لما حصل استقرار في أسعار الذهب واستقرار في أسعار الصرف ابتدى يحصل استابلتي في أسعار الذهب وهي دي الاستابلتي اللي احنا ماشيين عليها اليومين دول ما نقدرش نقول إنه الدهب انخفض ولكن اللي نقدر نقوله إنه تصحيح وضع تمام خطأ كان موجود في الأسواق أو كان المواطنين بيجروا وراء الصراب أو الوهم للشراء الغير مدروس أو الغير محسول ده على المستوى المحلي اللي حرارك بدأتكلم فيه لكن على المستوى العالمي للدهب برضو عمال يسير إعجاب الناس يعني طلعت طلعة كبيرة جدا وبعد كده الأسبوع اللي فات في يوم كده انهارت البورصات كلها ومن ضمن يعني انهارت كل تقريبا المعادن كلها كل أسهم انهارت في كل بورصات العالم بما فيها الدهب وشاهد بعض الانخفاضات هقول حضرتك الانخفاضات اللي شاهدها الدهب لا توازي أبدا الانخفاضات اللي حصلت في الداوت جونز أو الاسهم للشركات الكبرى فخلينا نبقى حزبين أمورنا يعني انخفاض الدهب كان انخفض الدهب تقريبا في حدود السبعين دولار النهاردة طلع منهم أربعين من السبعين اللي انخفاضهم في اعتبر الانخفاض بتاعه مش الانخفاض الكبير وده إنما يدل فهو يدل على ان الدهب هو مازال الملازل آمن للمستثمرين حتى مش في مصر بس في العالم كله فتصحيح الوضع بالنسبة للبورصة العالمية ده كان أمر هام بالنسبة لنا احنا ان احنا نتأكد من ان الدهب واقف على أرض صلبة المتغيرات العالمية اللي في الفترات الأخيرة او اللي نقدر نقول ان احنا بنشوفها في الفترات الأخيرة اللي هي مثلا نقدر نقول من أربع خمس شهور إلى الآن والاحتكاكات الجيوسياسية والتهديدات السياسية كمان لها تأثير على أسعار الدهب في الوقت الحالي انتظار المستثمرين لانخفاض أسعار الفايدة في أمريكا كمان لها تأثير تاني هل هتنخفض وهتنخفض بالنسبة ايه وامتى فكل دم أسر على أسعار الدهب ولكن بواجهة عام دايما كيرف الدهب في الطلوع مش في الانخفاض حاليا أنا بتكلم على البورصة العالمية فإذا بصينا على كيرف بتاع الدهب هنلاقي ان كيرف الدهب عادة في ارتفاعات متتالية وراء بعضها بالنسبة لو تصمت على السوق المحلي السوق المحلي بيشهد استقرار في أسعار الدهب استقرار ملحوظ على فاكرة الاستقرار مش استقرار عادي الحمد لله الأسعار تعتبر ستيبل لو بنتكلم في زيادة أو انخفاض زيادة منطقية طفيفة مش كتير الظبط اللي هي نصف في المية واحد في المية غير أسعار الدولار بالضبط مش ده المؤثر الكبير اللي هو هيأثر على حركة السوق حركة السوق الحمد لله أن هي في الفترة الأخيرة دي في زيادة في واتيرة المبيعات وبالتحديد للمشغولات الدهبية كان العكس من خمس ستة شهور في وقت الأزمة الناس اللي بتجري على ده كان طبعا السبايك هي المتصدر المشهد ونشوف طوابير على مظبوط وهو كان برضو ده كان قلة وعي اقتصادي يعني أنا الدهب أنا دايما بقول الكلمة لو حضرتك فاكرني دايما نقول زينة وخزينة طبعا فلنحنا نقول إن الدهب زينة وخزينة وأنا أشتري سبايك أو جنهاد أنا فقط قيمة من قيمه ولكن المشغولات المصرية النهاردة مشغولات عالية الجودة ولا تختلف في قيمة المصنعية إلا حاجات بسيطة جدا عن الجنيه والسبيكة متغيرت حصل طفرة حتى في الشكل خلي ناس تشجع إحنا كصنعة إحنا كصنعة إحنا في حتة تانية النهاردة بقى في شركات بقيت معروفة بقى في شركات وإحنا النهاردة إحنا وصلين في خمس شهور إن إحنا مصدرين مشغولات ودهبية في حدود المليار وستة واربعين مليون دولار الحمد لله عندنا طفرة في الناحية التصديرية ولو تتذكر إحنا من سنتين أنا عدت مع حضرتك هنا وقالت لك أنا هدفي إن مصر تبقى على الأقل لأول ستاب إن إحنا نوصل للتلاتين الأوائل من على العالم كمان حركت بتقول إيه كنا بنتكلم إن معظم التصدير هو لدول الخليج وبنتمنى إن إحنا نخرج كمان إحنا أبعد إحنا أخرجنا لأوروبا وأماركا الحمد لله النهاردة إحنا بنصدق لأوروبا وأماركا يعني لا وصلين للنقطة كويسة